اهلا بكم جديد في حصة مغاربية قال البنك الدولي في تقرير صادر عنه ان الاداء الجيد لقطاع التعدين وخفض الدين انقذ الاقتصاد الموريتاني من الانهيار جراء تداعيات جائحة كورونا واضح التقرير ان الجائحة ادت الى انكماش اقتصادي بنسبة 1.5% خلال العام 2020 وبخصوص الانتاج المرتقب من الغاز من الحقل المشترك بين موريتاني والسينيغال قال البنك الدولي انه في عام 2023 يتوقع ان يدعم استخراج الغاز النمو على المستوى المتوسط اضافة الى الصناعات الاستخراجية ما سينعكس ايجابيا في التقليل من عجز الميزان التجارية بعد عامين من الضغوط عليه بسبب جائحة كورونا الاقتصاد الموريتاني ينشو من الانهيار بسبب الاداء الجيد لقطاع المعادني ونشاط التعدين التقليدي بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي ويترقب التقرير تعافي اقتصاد البلاد في وفق عام 2023 بعد اول انكماش اقتصادي منذ العام 2008 بلقت قيمة الصادرات المعدنية الموريتانية خلال السنة المنصرمة حوالي 20 مليار دولار وشكلت حوالي 25% من اجمال الناتش الداخل الخام الموريتاني لكن الاداء الجيد لنشاط التعدين الذي سامى في انقال الاقتصاد الموريتاني يعود لأسباب خارجية اكثر مما هي أسباب داخلية يعود لارتفاع اسعار خامات الحديد بسبب زيادة الطلب الصيني ويعود الى تحسن اسعار الذهب بسبب ان الملاذ الامن اذناء الازمات ويقول تقرير البنك الدولي ان خفاض الصادرات السمكية التي تشكل احد ثروات البلاد قبل باداء جيد لانتاج التعدين وبحسب المعطيات الرسمية تجاوزت مداخل قطاع التعدين الاهلي 100 مليون دولار خلال العام الماضي بينما اسهمت شركة الصناعة والمعادن ذاني اكبر شركات الحديد بافريقيا في زيادة مداخل الميزانية وتسديد كتلة الاجور هذه الطفرة اثرت بالاجابة على الاقتصاد الموريتاني ومجوانب متعددة سواء ان تعلق الامر بخلق فرص العمل او بخلق فرات مالية للميزانية العامة للدولة او دعم سعر صرف العوقية كما ان هذه الطفرة التي حصلت استطاع من خلال الاقتصاد الموريتاني تحقيق فوايط التجارية للمرة الاولى منذ السنوات وبحسب تقارير رسمية حافظت المالية العامة على وضعية قوية بفضل الارادات غير الضريبية محققة فائضا بنسبة واحد في المئة برصيد الميزانية بحسب المعطيات الرسمية تضررت قطاعات النقل والتجارة والصيد والخدمات بسبب تداعيات جائحة كورونا بينما ارتفع اداء قطاع التعدين لمستوى انقاذ الاقتصاد من الانهيار مدعوما بتعليق نسبة 20% من الدين الخارجي محمد لاشي قناة الغد الواكشوت وينضم الينا من لندن محمد الفلالي الخبير الاقتصادي والقانوني الموريتاني اهلا بك معنا في حصة مغربية سيد الفلالي بداية ما رأيك في تقرير البنك الدولي وهل ما يقوله عن الاقتصاد الموريتاني يدعو للتفاؤل على الاقل مستقبلا اهلا شكرا للإستاذ دعنا هذه اخبار جيدة بالنسبة للموريتاني لانها لانه اقتصاد هش طبيعته وبالتالي هذه اخبار سارة الحقيقة هو ان ما حدث هو ان الناتج المحلي الاسمي هو اللي ارتفع بـ 35.5% وبالتالي ما فهم ماخر قد فهم زيادة بالانتاج ما حدث هو زيادة بالاسعار اسواق الدولية وبالتالي هذا ايجابي من ناحية المالية البحتة ولكنه لا يعني ارتفاع بالانتاج ولكن بالعموم هذه اخبار سارة واذا يحتاجها تحتاجها مريفا لماذا قطاع التعدين تحديدا او نشاط التعدين هو الذي ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على عكس القطاعات الاخرى مثل ما ذكر تقرير البنك الدولي فعلا على كل حال ما وقع في موريتانيا هو حال وحال الدول العالم كلها تنفيه توقف الاقتصادات الوطنية وبالتالي القطاعات مثل النقل والسياحة والتجارة والخدمات الكثير من القطاعات نقصت وتوقفت بسبب الجائحة وبسبب السياسات التي تتخذ الدول من اجل مكابحة الوباء ولكن موريتانيا بما ان هيكل اقتصادها تعتمد على النشاطات الاستخراجية ووقع ارتباع اسعارها عنده مفعول واضح للاقتصاد الوطني الموريتاني وبالتالي هذا عنده علاقة بالهيكلة وبتصميم وبالهندسة اللي واقف عليها الاقتصاد الموريتاني بمعنى لو لم ترتفع الاسعار عالميا لهذه المواد المستخرجة لكان الاقتصاد الموريتاني في وضع مختلف يعني الامر لا يعود لفضل سياسة البلاد او سياسة الحكومية المالية والاقتصادية في هذه الفترة وانما لأسباب خارجية فقط بالفعل يلينا خرصوا الارقام ننظر للارقام ما حدث مثلا بشركة السنيم هي الشركة الوطنية التي تنتج الحديد وبعض المعادل الأخرى في الحقيقة انتاجها زاد بصفر باصل ثلاثة بالمية ولكن في نفس الوقت ارباحها تضاعفت بالتالي المفعول كان مفعول سعر اكثر هو مفعول انتاج على كل حال هذا مهم لانه لا يعطي قدرة على الاستثمار يغير ايضا يحدد ويوضح بجلاء خطورة الاعتماد على النشاطات الاستخراجية لان هناك تذبذب بالاسواق وبالتالي واذا مرينا به بالسنوات الماضية وان شاء الله لا تعود هذه الوقت لكن تقييمك بشكل عام سيد الفلالي للسياسة المالية للحكومة الموريتانية هناك سياسات للحكومة الموريتانية للحكومة الجديدة وهناك وعي باهمية تنويع الاقتصاد الوطني وحسب المعلومات التي عندي دولة ما شعلك هذه الطريق ولكن هذا هو تصميم الاقتصاد الموريتاني وبالتالي يحتاج الوقت بتغييره وحسب علمي الحكومة الجديدة على دراية بذلك وقناعة تامة ومن الواجد تنويع الاقتصاد البوريتاني واعتماد على صناعات وخرام وغيرها غير الاستخراجية لأن الاستخراجية معروفة أنها متذربة واعتماد الاقتصاد عليها يجعله في حالة غير قادرة على التخطيط المستقبل نعم لكن أيضا فيما يتعلق بالدعم أو المنح التي تأتي من الخارج خصوصا فيما يتعلق بالبنك الدولي نفسه في شهر الماضي فقط تم برام تقريبا ثلاثة اتفاقيات مع البنك الدولي وتم تقديم من حملية إجماليها يصل إلى 145 مليون دولار أمريكي على شكل هبات أيضا هذه كيف يمكن أن تساهم في تحسين الاقتصاد وأيضا هل تستغلها للدولة أو السلطات الموريتانية بشكل جيد حتى تنعكس على واقع المواطنين وباختصار على كل حال الهبات واللي جميل البنك الدولي والقروض هذه كلها عندها تابعة البرامج ومحدد وجهتها محدد مسبقا وموريتاني دول أيضا غالبا ما تعدل ذلك اللي عليها تقوم بواجبها من ناحية توجيه ذلك الموارد المشكل أن هذه الموارد ما تسمح الحرية الاقتصادية اللي يسمحوا بها الموارد المالية التي تأتي من الأسواق المالية غير المشروطة شكرا لك من لندن محمد الفلالي الخبير الاقتصادي والقانوني الموريتاني شكرا لك اشتركوا في القناة